السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاج ازايكم عاملين ايه? احنا على طول بنسمع اه في الجو الحر اللي احنا فيه دلوقتي ده الجو حر وزحمة ويعني وحر وحرارة وعرق وملزقين كده يعني على طول تلاقي ايدك ملزقة كده حتى انا في الاوضة اللي انا عاد فيها دي على طول حران مش عارف ليه الاوضة دي صعبة يعني شوية المهم اه بنسمع عن كلمة رتوبة يقولك ده الرطوبة في الجو صعبة. احنا عندنا الجو مسلا في ناس مسلا من بلدان تاني يقولك عندنا الجو حر لكن الرطوبة في قليلة. اه لما بتخش في بيوت المصري انا بتكلم عن البيوت المصري انا ما بتخش اي بيت مصري بتلاقي ان اللي قاعد في الدور الارضي تلاقي ان الحيطة عنده متأشرة والديهان طلع لبرة. تيجي تسأله ده ايه ده يقولك ده رطوبة. طب هل انت سألت نفسك ايه هي رطوبة? النهاردة هنتكلم عليها ان شاء الله بتعمل ايه في الاساس المنزلي وبتعمل ايه في الجسم الانساني. فايه هي الرطوبة? الرطوبة بمفهوم بسيط قوي اللي هو الطيار الهوى اللي يعني الهوى اللي موجود حولنا ده بقى متحمل ببخار المية. هي ده رطوبة. فالهوى اللي متحمل ببخار المية ده بيتأثر عليه كزا تأثير. يعني بيمشي على كزا عوامل. العامل الاول هو درجة الحرارة. كل ما درجة الحرارة بتبقى عالية. كل ما نسبة رطوبة بتبقى كبيرة. كل ما نسبة بخار المية ببقى كبير قوي. رقم اتنين. اه المية اللي حوالينا. كل ما بتبقى المسطحات المائية بتبقى كتيرة. كل ما بيبقى البخار المية اللي في الطيار الجو ببقى كتير. اه عندك المسطحات النباتية اللي هو النبات اللي حوالينا. كل ما بيبقى النباتات كتيرة. كل ما بيبقى البخار اللي في المية بيبقى كتير. وفيه حاجات كتير قوي زي سرعة الرياح اللي هو مسلا كل ما الرياح تبقى سريعة. آآ كل ما بتشيل آآ هوا اكتر محمل بالبخار المية. وبتبقى نسبة الرطوبة عالية. آآ والعكس صحيح كل ما تبقى ليلة وهكذا. الرطوبة بتعمل ايه في في الجهاز التنفسي بتاعنا? انت وانت قاعد كده بتبقى في وقت زي الصيف اللي احنا فيه ده يعني ايه ربنا يرحمنا يا رب من الحرارة اللي احنا فيها دي. احنا دلوقتي بنتكلم شهر سبعة دلوقتي. آآ فلما انت بتخش يعني بتخش في الشهر ده بزيك بتحس بيء تنفس. وحارف تتنفس. الجو بحرر قوي قوي مش قادر تنفس. ليه? لان حضرتك مع درجة الحرارة العالية جدا. بيبقى الجو بقى محمل طبعا زي ما احنا قلنا ببخار المية. فالجزيئات المية دي تبقى بسيطة جدا. فانت بتستنشكها. فبتحس باختلال في التوازن في الجهاز التنفسي. ما بتقدرش تاخد نفسك. فبالتالي الرطوبة بتأثر على الجهاز التنفسي بتاعك. وممكن كمان تأدي الى تلوص فيه. يعني بيجي لك مرض ملوص وكده. رقم اتنين. آآ الرطوبة بتعمل ايه في اساس المنزلي بتاعنا? زي الديهنات زي الحيطة زي الخشب وهكذا. لما الرطوبة بتدخل على الاساس المنزلي بيحصل حاجة من التمليح كده في الاساس. زرات المية دي لما بتخش في الاساس المنزلي. يعني انت مسلا الاساس المنزلي عندك. بيبقى المفروض بتاعه ان هو ما بيبقاش ضد المية. فدي اساسا آآ هوى بيبقى محمل بخار مية. فلما بيخش على الخشب بيعمل حاجة من التمليح. زي كمان لما بيخش في الطلق. الطلق بتاع الديهنات بتاعة البيت. بيبقى بيخرجها برا. يعني بيتفاعل مع الطلاق ده وبيخرجوا برا. حتى انت الناس بتبقى قاعدة في الدور الاولاني. من كتر الرطوبة اللي تقى فيها اطلاق آآ في القربة كالم في البيوتر المصرية بيطلع لبرا. نيجي بقى بيحصل فينا ايه? وايه درجة الحرارة? يعني بنبقى على طول لما بقى جو بصيف وفيه نسبة رطوبة عالية. ليه بنبقى على طول حرانين ومولعين كده? الاجابة ان جسمنا نعرف بس الجسم الاول بيشتغل ازاي? الجسم لما درجة حرارة الجو بتسخن او بتكون عالية بيلجأ الجسم انه هو ابرد نفسه. فبيبرد نفسه عن طريق ايه? عن طريق العرق. ففي الجو الجاف الجو الجاف اللي هو مش متحمل ببخار المية. العرق ده بيتبخر. فانت ما بتحسش بدرجة حرارة عليه. لكن لما بيكون بقى الجو نفسه محمل ببخار مية. فلما انت بتعرق الجسم عايز يبرد نفسه. فيبتدي يعرق. فالمفروض ان العرق ده يتبخر عشان الطيار الجوي ده. الطيار الهوى ده يشيله بقى يعني يتبخر فيه. فالطيار نفسه فيه اساسا بخار مية. فيضطر الجسم العرق يبقى عليه. فالجسم بيعرق اكتر. ايه الجسم قصدي يبقى سخنة اكتر. فيبتدي يعرق اكتر. فتيبتدي تحس بدرجة حرارة اعلى من الدرجة الحرارة الفعلية بتاعته. يعني لو اقيل لك مثلا ان الدرجة حرارة وليك وانا هتبقى خمسة وتلاتين تمانية وتلاتين. انت ممكن تحس ان هي اتنين واربعين. ليه? لان جسمك عليه طبقة عرق يعني هو عايز يبرد نفسه. فضخ عرق. فالمفروض ان العرق ده المفروض بطبيعته ان هو يتبخر. فما تبخرش فيضطر الجسم يدخ عرق تاني. فانت تحس بنار في جسمك. فده اللي بيحصل لما الجسم بيحاول يبرد نفسه. فاحنا نعمل ايه? علشان يعني نتغاضى النسبة الرطوبة دي. ان احنا على طول نبقى ماشيين معنا مناديل كتير. اه على طول بنغير اللبس بتاعنا ان نبقى على طول لابسين لبس يعني آآ كتن شوية لوا كنت لسه اقول مركب عنا. ان احنا نبقى لابسين على طول مليان قطن يعني بيبقى اغلبيته نسبة في مية في المية قطن عشان يشرب على طول. علشان نسبة الرطوبة احنا كده فهمناه. نسبة الرطوبة عشان كده خلاصة ببقى بسريعة نسبة الرطوبة الرطوبة بيبقى بيبقى اه كمية بخار المية اللي بتبقى موجودة في الهوى. فاجسمنا بيعمل ايه عشان يعني احنا على طول حاسين بالحر بالنسبة عشان الرطوبة الجسم عشان يبرد نفسه بيبتدي يعرق. المفروض اول ما بيعرق العرق ده بيتبخر في الجو. فالجوة اساسا مشبع بجخار المية. فالعرق ده مش هيتبخر. فيبتدي لازق على الجسم. فيبتدي الجسم يضخ عرق تاني. فهتبتدي انت تحس الدرجة حرارة اعلى من الدرجة الحرارة الفعلية. هي دي الرطوبة. وكمان نسبة الوكاية منها ان انت على طول تبقى ماشي. انا والله ماشي بفوتها يعني يعني. انا قد في قضة صعبة على فكرة جماعة. قضة حرقة على فكرة. بس ان انت على طول تبقى ماشي بلبس اه قطنة على طول. تبقى على طول معاك منديل. تبقى الدنيا كويسة معاك في القطن بالذات عشان بمجرد ما جسمك يعرق تبتدي على طول تمسحها اول بول او تخش تستحمى على طول. عشان اه يعني انت تغضى نسبة الرطوبة. لان طبعا لما جسمك بيبتدي يعلى يحصلك بقى في جلدك. ممكن جلدك يجي له حساسية. ممكن تصل لمراحل امراض كتير. فقال ايه? بس كده. اه لو عايزين يا جماعة اي استفسار في اي حاجة بخصوص الحاجات الطبية او الحاجات البسيطة دي. انا من ايش دكتور خالص بس انا بدور. اكتبوها لي في الكومنتات. وطبعا يعني اخيرا انه ليس اخيرا. متنساش تعمل لايك. وتعمل سبسكرايب في القناة. ولو عجبك الفيديو قوي يا ريت انصره ما بين اصدقائك. كان معكم محمد تحسين من قناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.